لقد أصبح الخام الجزائري بين الأغلى سعراً بين جميع خامات المنتجين من منظمة أوبيك ومن خارجها، وبالطبع جاء ذلك نتيجة لتأثر العالم بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعد روسيا من الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، وفي حالة ما إذا استمر الوضع هكذا، فربما تشهد أسعار النفط أسعاراً غير مسبوقة، حيث يحتمل وصول سعره إلى 200 دولار أمريكي. ومن هنا فقد سجلت أسعار النفط الجزائري ارتفاعاً كبيراً، حيث سجل سعر برميل النفط صحاري بلندن ما يقارب 111 دولار للبرميل، وذلك نتيجة تهديد الولايات المتحدة بوقف استيراد الغاز من روسيا، ويأتي هذا الارتفاع متجاوزاً نسبة 7%، فيما شجل خام براند الأمريكي 106 دولار ني بنسبة ارتفاع 3%، وإليكم ترتيب غلى 5 خامات لنهار اليوم. ترجمة نانسي قنقر